كانت الممرضة الليبيرية سيديا مارولو حاملاً في أسبوعها الثاني والثلاثين عندما وصل المسعفون إلى منزلها ونقلوها إلى مستشفى خاص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد وكانت هذه بداية محنة استمرت 15 يوماً بكت خلالها سيديا يومياً وتملكها الخوف بشأن ما إذا كان طفلها سينجو من عدوى كوفيد-19 عندما نقلت إلى المركز العلاجي في الخامس عشر من نيسان أبريل كان خوفي الأكبر على الجنين فقد توقف عن الحركة لبعد الوقت وكنت أعلم جيداً أنه طفل نشط لم يكن هناك طبيب نساء أو قابلة في المركز لفحص حالتي خرجت مارولو من المستشفى بعد تعافيها بعد 15 يوماً ولاحقاً أنجبت طفلة لم تكن مصابة بالفيروس لكن بعد التغلب على محنتها تواجه مارولو وعائلتها الآن وصمة عار جراء إصابتها بالوباء بالنسبة لوجودنا في هذا المجتمع لا أشعر بالرغبة في البقاء هنا فالناس يحدقون بنا عندما يمرون بجوارنا حتى أنهم يطلقون على منزلنا اسم منزل الكورونا وأحياناً يعد بعض الأشخاص أمام منزلنا ليتجنبوا الوقوف في ساحة الكورونا وسجلت ليبيريا أكثر من 250 إصابة حتى الآن وأربعاً وعشرين وفاة بفيروس كورونا المستجد وهو عدد منخافض مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر